اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة وبالصدفة كانت الفرقة في نفس المكان ولما شاف يونج سو جل ناحيتها وضمها ليه وهو بيقول لها انتي الهامي وطبعا دا اللي استغربته سو وقالت له اكيد انه غلطان لانها ما تعرفوش وقتها راح شين فورا وضرب يونج وهو بيقول له بعد كده ما تبقاش تلمس الحاجة اللي مش بتاعتك حبيبي وراح شين امر رجال تورينه الفريق كله علقة معتبرة وبعد ما العلقة خلصت على خير الحمد لله قالوا صحاب يونج ليه الله يخرب بيتك انت وإلهامك شفت وصلتنا لايه والصبح وصل الفريق للمدرسة الجديدة اللي اتنقلوا لها وكانت المدرسة ولا المنتجة عبو صراحة وهناك قبلوا شين اللي قالهم المدرسة دي كلها تابعي واحسن لكم انكم تمشوا من هنا بكرامتكم بدل ما تروحوا من غيرها وطبعا لما شاف يونج سو قاعدة بين الطلاب نسي العالم والناس ووشوا قلب قلوب كتير كده وده اللي حرك سو جدا وخليها تبص قدامها وتفادت انها تبص ناحيته خالص وبعد ما الفرقة هزقت من المدير كنوع من الترحيب بهم يعني رحوا على الفصل بتاعهم وفي الطريق فضل كل الطلاب يرقبوهم ويقولوا عليهم انهم ولا فريق مدرسة المشاغبين ولازم الكل ياخد حذره من الولاد دول لانهم بتوع مشاكل وساعتها صديقة سو ادت لها تقرير عن كل واحد في الفريق وعرفتها انه استاذ يونج هو القائد وهي يجد راعه اليمين اما باقي اعضاء الفريق فمسجلين خاطر عادي ويتعمل لهم حساب برضو في الشراسة وفي الفصل حاول يونج يستفز شين باي طريقة بس ساعتها جي لهيوك تليفون والطلب منه ينزل هو والشلة علشان فيه خناءة بس كده على السريع وبعد ما خلصت الخناءة الحمد لله وصل يونج للسوبر ماركت واشترى شوية حاجات كده لسو ورح ادهالها وقال لها على فكرة انا مش بعمل كده مع اي حد بس اعمل ايه بقى ما انت ملهمتي وقتها وصلت صديقة سو اول ما شافها يونج قال لي سو طب هسيبك انا بقى علشان سيب المحل الواحد وقام ميل عليها وقال لها فودانها اياك تدي صاحبتك ديكي الشبس واحد هعرف وهذا على الاول ورح ماشي والناحية التانية كان زمايل شين بيلعبه في دماغه وبيقولونه انه ماينفعش يسيب يونج وفريقه كده في المدرسة لانه كلها بكرة وبعده ويسيطروا على كل حاجة وياخدوا منه الجو وده مش صحة خالص يا رياسة فدور شين الموضوع في دماغه وقال لهم عندكو حق كلامكو كل استعواز بصراحة علشان كده لما يونجوا فريقه وراحوا لقودة التدريب الموسيقي علشان يتدربوا هناك كان شين واقف لهم بالمرصد وقال لهم محدش بيتدرب هنا غير هو وشلته بس وطلب منهم يخرجوا برة كمان وهوب مسكوا في اخناق بعض كلهم بعد كده شاف المدير الفريق وهم مشين ساعتها فكرهم يشتروا الزي المدرسي ويكونوا لابسينه بكرة وفعلا دل حصل وفي اليوم اللي بعده راح الفريق كله وهو لابس الزي المدرسي وطبعا البنات لما شافوهم يتجننوا كالعادة فراح يونجل سوء علشان يوريها نفسه وقال لها اكيد طبعا منبهرة بالحلوة اللي شايفها قدامك فما كانش من سوء اللي انها فضلت تضحك وبس ولما شافها شين وصديقه وقف مع يونج ميل صديق شين عليه وقال له خد بالك شكله كده خدها منك اصل معنى انها دحكت بقى قلبها مال طوالي مفيش كلام وبعد المدرسة خد يونج سوء وعزمها على الغداء في مطعم في اي بي بس على حسابها هي اصلهم فلس وقال لها بكرة ان شاء الله ملهمتي عوضك عن الغدوة اللي دفعتي فيها دم قلبك دي اصل يونج كان فاكر سوء غنية بقى وهي الحقيقة محبتش انها تضيع احلام الوردية ناحيتها ولما خرجوا من المطعم شافت اعلان عن وظيفة جو المطعم وقتها قررت تقدم فيها بس في الخباسة كده ومن غير ما حد يعرف وبالليل راح تسول هيوك في بيته لانه سكن في البيت اللي قدامها على طول وطلبت منه ما يقولش لحد انها سكنة في نفس المكان لانها هتعزل قريب فقال لها هيوك تمام بس بشرط اوعيت العبي بمشاعر يونج لانه فعلا معجب بيكي فشكرته سوء سابته ورجعت على بيتها ولما دخل هيوك البيت تكلمه يونج وقاله انه بيتخانق مع واحد من شلة شين وطلب منه يجيب زميله ويروحوله بسرعة ولما وصلوا للمكان لقوا يونج متعور ومضروب جامد وفجأة جات عربية نقل ضخمة وضربته وللأسف توفى في ساعتها وطبعا الكل ما كانش مصدق اللي حصل علشان كده تاني يوم ساب هيوك العزة ورحل شين في الفصل وتخانق معاه لانه كان شايف انه السبب في موت يونج وبالعافية حشوهم المدرسين من بعض وفضل موت يونج مأثر في باقي الفريق والكل كان حزين ومش عارف يكمل حياته ولا يصدق انه خلاص ما بقاش يونج وسطهم بعد كده الصبح راح تسوع لشان تطمن على هيوك وقالت له انها كانت حابة تروح العزة لكن الظروف مناعتها وقتها تعصب هيوك جدا وقال لها انها ما تستهيلش حب يونج لها ولا انه كان شايفها ملهمته ولولا انها جات له يوم الحادثة بالليل وفضلت تتكلم معي كان ممكن ينقذ يونج من اللي حصله لانه ما كانش سامع الموبايل بتاعه لما يونج رانعليه اكتر من المرة وتاني يوم راح الفريق واخدوا الولد اللي تخانق معاه يونج قبل ما يموت وفضلوا يطرابوا فيه لحد ما وصل شين والموضوع كبر ولما جيه هيوك خد باقي الفريق واقناعهم انه مش لازم يعملوا اي مشكلة دلوقتي ويشوفوا حل في طردهم من المدرسة لان يونج قبل ما يموت قد باسمهم في مسابقة عاملها شركة ترفيه كبيرة وشرط من شروط المسابقة دي انهم يكونوا مقيدين في المدرسة وساعتها انتخب الفريق هيوك علشان يكون قائدهم بعد يونج ويكمل هو المسيرة وبالمرة يفكر في حل في المشكلة اللي وقعين فيها دي مش هو القائد يهل بقى ولما رجع الفريق للمدرسة الكل كان مستغرب رجوعهم ببقى انهم انفصلوا بس الفريق ما كانش هامه كل ده وكانهم مركزين على حفظ الاغنية الجديدة اللي كان يونج مقلفها قبل ما يتوفى علشان يقدموا بيها المسابقة وبالليل راح الفريق لستوديو التدريب وفضلوا يتدربوا على الاغنية وهم حاسين ان كل كلمة فيها كان يونج فعلا كاتبها من قلبه لسو وبتوصف مشاعره ناحيتها بعد كده راح هيوك علشان يطلب من استيزه إثبات قيد لي هو وزميله من المدرسة ولما رفض الاستيز يديله الإثبات تدخل شين وقال للاستاذ انه هو كمان وفريقه مقدمين في نفس المسابقة وبسبب شين ولان دي قريب مهمين قدر هيوك ياخد إثبات القيد بتاعه وهو كمان وحل المشكلة دي خالص وساعتها شكر هيوك شين لانه وقف معاه وقال له ياخد استراحة من الخناء مع بعض شوية وكل واحد فيهم يركز في المسابقة ولما عارف هيوك ان الشرطة جات المدرسة علشان تحقق في حادث تيونج اترجى شين قدام الكل انه يقول ما يعرفش حاجة عن الموضوع لانه مش عايز حد من فريقه يتورط في القضية ويتردوه مرة تانية من المدرسة علشان يقدروا يقدموا في المسابقة ويحققوا امنية يونج للفريق وبالحركة دي شاف كل الطلاب ان الشين اتفوق على فرقة الظهور وخلاص ما بقوش زي الاول علشان كده راحت صديقة سو وقالت لها اللي حصل وهي فرحانة جدا وده عكس شعور سو اللي بدايقت من الموقف اللي حصل جدا جدا وبالليل جيه ناس شكلها غريب يسألوا عن سو وشكلهم كانوا ديانة ساعتها اخذها هيوك عنده علشان يخبيها منهم وعمل لها عشا وقال لها ما تحسش بالزنب على اللي حصل ليونج وانه غلط لما قال لها انها السبب لان في الاخر اللي حصل كان قدر لازم يتنفذ وتحسوا كده ان سو و هيوك بيستلطف بعض من كحك الكحك بس انا ما قلت لكوش حاجة طبعا وتاني يوم طلب المدير من المدرس اللي بيكره فرقة الظهور باللي فيها انه يتلكت لهم على اي حاجة بحيث يقدر يطردوهم من المدرسة بسهولة وقتها قال له المدرس بس كده يا رئيس عيني ليك وان بصص لبصة كلها شر زي ما انتم شايفين كده وفي الفصل واول ما المدرس شاف هيوك داخل عليه قال له ايه ده انت متأخر مخصوم منك ثلاث نقط من اعمال استنى وبعدها بسوين يتخصم ثلاث نقط تانين علشان هيوك بيكل مصاصة وهم يصحش برضو يا هيوك تاكل مصاصة في الحصة برضو اما باقي الفريق فكان ليهم نصيب من الخصمة هم كمان ولما شافهم المدرس مع بعض قال لهم سبحان الله انا من جواي احساس بيقول لي شكي في صدوك اللي اتنين دول مخصوم منك ليه خمس نقط من اعمال استنى وكلمة كمان هيبقى عشر نقط وده اللي خل الفريق يتجمع اخر اليوم ويقرروا انهم لازم ياخدوا حذرهم من المدرس ده لان بالشكل ده هيتردو بكرة الصبح بسبب سوقتهم في درجات اعمال استنى وهي مش نقصة خالص لان المسابقة خلاص على الابواب بعد كده راح هيوك علشان يسجل اغنية في استوديو شين ولما سمعته اخت شين عجبها صوته جدا وطلبت من مهندس الصوت ياخد رقمه علشان تقدر تتواصل معاه وبالليل راح شين لشغل سو علشان يديها هدية عيد ميلادها وكان جايب لها كفية تحميها من برد الليل وساعتها بين شين مشاعره لسو بس الغريب ان سو كانت متجاوبة معاه وسمحته بيمسك اديها وما تعرفوش هي معجبة بيه ولا بهيوك وفي المدرسة شاف هيوك الرجلين اللي كانوا بيسألوا عن سو من كام يوم ساعتها راح واخدها بسرعة وهربوا منهم هما الاتنين وانقذها من تحت اديهم ولما رجع هيوك للفريق تخانقوا معاه لان بسبب اللي عمله ده ضيع عليهم فرصة التدريف وقضة الموسيقى للابد وقتها برر هيوك اللي عمله بان سو كانت ملهمة يوم علشان كده انقذها من خطر كبير كانت هتتعرض له لكن الفريق كان شايف الكلام اللي قاله هيوك مش صح طبعا وانه اكيد بيكنلها مشاعر في قلبه علشان كده تحمق عليها قوي وبالليل راح شين لسوه اللي طلبت منه يوفر مكان للتدريب لفريق الظهور لانهم اتضروا بسببها فقال لها شين انه هيشوف هيقدر يعمل اليهم وعلشان تكون صوف امان عرض عليها هيوك تنام في بيته وهو ينام في بيتها علشان لو حد جيه بالليل ولا حاجة يكون متطمن عليها ووافقت سوه على فكرته والصبح في المدرسة حاول واحد من زمايل سوف الفصل انه يتنمر عليها ودايقها بالكلام وقال لها انها بتعرف شخصين في نفس الوقت وانها مش الملك البريق اللي راس ما صرته طول الوقت وقتها وصل هيوك وتخانق مع الولد ولما شاف شين سوه خرجه من الفصل بتعيط راح لنفس الولد وهدده لو اتكلم على سو تاني هيعمل منه بطاطس محمرة لان من الاخر كده سو تابعه واللي هيتعرض لها لا يلومانا الا نفسه وبالليل ولما بيعرف الفريق ان سو بتنم في شقة هيوك قالوا له ان الخبر لو انتشر في المدرسة هتبقى فضيحة وطبعا المدير هيتردهم على طول وكل اللي بيسعوا لي مش هيقدروا يحققوا منه حاجة فكان رد هيوك عليهم انه هيحل الامور وما فيش قلق ان شاء الله وبدأ الفريق يبزي الجهد اكبر في التدريب علشان يكونوا مستعدين للمسابقة وفي المدرسة راحت لين وقابلت سوه وقالت لها تبعد عن هيوك خالص لانها بتحبه هو اه هي اكبر منه بسنة بس عادي القلب له احكامه برضو ساعتها قالت لها سو ان هيوك زميلها مش اكتر وطمنتها وبالليل راح والد سو ديها الشغل وساعتها اعتذر لها عن كل المشاكل اللي سببها لها وانه المفروض يكون في ظهرها واحميتها لكن هو العكس في حياتها وقتها قالت له سو انها هتتغلب على كل المشاكل والمهم بالنسبة لها انه يكون جنبها وبخير بعد كده بيقبضوا الرجال اللي بيدوروا على سوه على هيوك وبينزلوا فيه ضرب علشان يقول لهم مكان سوه لكن هيوك اتحمل ورفض يعرفهم مكانها ولما رجع شاف سوه شين قريبين من بعض فقال في نفسه يعني انا ترنى علقة معتبرة عشانك وانتي في الاخر تخوني مشاعري اخصى عليك يا سوه وده اللي خلى هيوك ما ينامش في البيت ويروح على استوديو التدريب يباد فيه ولما سألوا زميله عن الكدمات اللي في وشه اكتفى بالسكوت وما حبش يتكلم في الموضوع وتاني يوم في المدرسة لما شاف باقي الفريق اللي حصل لهيوك طلبوا من سوه تبعد عنه علشان مش بيجي من ورها لكل شار علشان كده بالليل طلب تسوه من هيوك يرجع لبيته وهي كمان ترجع لبيتها وان اكيد الرجال اللي بيتاردوها مش هيجوا تاني في اللحظة دي هيوك كان فعلا متدايق من سوه جدا خصوصا لما بيفتكر شكل شين وهو بيقرب منها فوافق بسرع على طلبها وقال لها تمام اللي يريحك من غير كلام كتير والصبح انتشر في المدرسة خبر عن افلاس عيلة سوه وسجن والدها بسبب الديود وقتها فضل زميلها يتنمروا عليها خصوصا بعد ما عرفوا انها ساكنة في بيت هيوك وفضلوا يقولوا انهم عايشين زي الازواج وفي علاقاء بينهم وده اللي خلى هيوك يتخانق مع زميل ليه في الفصل وسبب التمرين ومشير وقتها وقفت سوه قدام الكل وقالت ايوة عالتها افلاست وهي عايشة فوق السطوح ومحدش ليه عندها اي حاجة وتعاملت مع الموقف بكل قوة وحزم علشان كده لما قابلت سوه هيوك بالليل قالت له انها سمعت نصحته لها وساعتها بس حست براحة لما قالت كل اللي في نفسها ومخبتش وضعها الحالي وتعاشت مع قزمتها بشكل عادي جدا وتاني يوم كانت المسابقة وعلى المسرح تلعشين وفرقته عمله شو حلو جدا تفاعل معاه الجمهور في نفس الوقت كان هيوك متوتر بسبب تأخير واحد من الفريق وده طبعا هيأثر على عرضهم وعلى اخر لحظة بيوصل زميل هيوك وبيقدموا العرض بشكل كويس على الرغم ان ايد زميله كانت مصابة بس للأسف ده برضو ما شفعش ليهم وبيفوز فريق شين بالمسابقة وبتتبخر احليم فرقة الظهور ولما رحت سوه على شنتواس هيوك قالت ام معترفله بحبي بالمرة وقد كان وفي المدرسة كل الطلاب احتفلوا بفوز فريق شين واللي شاف نفسه على الاخر وقال له هيوك نعمل ايه بقى نصيب يا بالصحاب اما سوفة كانت كل ما تشوف هيوك تخبي والشاء علشان كل ما تفتكر انها عطرفت له بحبها والشاء يجيب الوام الكسوف وهي الصراحة بتتكسف قوي المهم ان هيوك رحلها وسألها ليه بتتهرب منه وقتها قالت له سوء انه فهمها غلط مبارح وانها كانت حابة تهون علي الديق اللي كان فيها ما كانش قصدها انها بتحبه وطبعا الكلام ده كان من وراء قلبها وساعتها تأسف لها هيوك انه فهمها غلط واسبها ومشي وبالليل كان شين في انتظر سوء قدام بتها وساعتها اعترف لها بحبه هو كمال وده اللي فاجئسه جدا لكن شين طلب منها تفكر كويس قبل ما تجاوبه بالقبول وده اللي خليها تحس ان هيوك هيضيع منها علشان كده تقربت منه مرة تانية لكن من بعيد لبعيد وسمعها هيوك الأغنية الجديدة اللي ألفها بعد كده بينتشر فيديو المسابقة اللي شارك فيها هيوك وفرقة الظهور والجمهور تفاعل مع الفيديو خصوصا لما شافوا ان واحد من الفريق كان بيعزف وهو مصف في ايده لدرجة ان الفيديو وصل لآلاف المشاهدات في وقت قصير جدا والكل بقى بيتكلم عنهم علشان كده تواصلت شركة انتاج مع الفريق وكان شرطها ان الفرقة تتفرق ومش هيمضل عقد إلا مع هيوك وواحد تاني بس من الفريق وطبعا هيوك رفض الشرط ده وخد عقد الاتفاق وقطعه قدام المديرة وخد الفريق ومشي ولما وصلوا لستوديو التدريب قبلت هوملين وهي متحمسة جدا وفضلت تسألهم عن قيمة العقد والحاجات الحلوة دي فقال لها هيوك انت مش نقتي فيها او لا في عقد ولا غيره وروحنا زي ما جينا قاعد ساكتة بقى وتاني يوم في المدرسة قرارت سوق انها تدي لشين كل الحاجات اللي ادهالها قبل كده وقالت له انها مش هتقدر تبدلوا نفس الشعور في اللحظة دي اتكسر قلب شين يعاني بس هنعمل يبقى القلب وما يريد اما هيوك فطلب من الفريق انهم يتضربوا اكتر علشان يقدروا يقنعوا شركة الانتاج انها تمدي عقد معهم كلهم وفعالان ده اللي حصل وقالت مديرة الشركة لهيوك انها غيرت رأيها وهتعمل عقد لكل الفريق وطبعا ده كله حصل بعد ما مخرجين كلموها وطلبوا منها ان فرقة الظهور تطلع معهم في البرنامج يعني من الاخر كده مفيش حد بيعمل حاجة لله بعد كده راح الفريق شركة الانتاج وكل واحد فيهم كان معاه عائلته لانهم تحت السن القانوني وطبعا كل واحد فيهم امه فضاحته قدام المديرة وعملت معها احلى واجب وبالليل لقيت سو شين قدام بتها وقال لها انه هيفضل مستنيها تغير رأيها في المستقبل لانه فعلا بيحبها في نفس الوقت وصل هيوك وطلب من شين يبعد عن سو اللي زعاقت فيهم هما الاثنين وقت لهم انها مش محتاجة حد فيهم في حياتها ويا لات يسيبوها في حالها ساعتها كانت لي وقفة وسمع كل الحوار علشان كده طلبت من هيوك يبعد عن سو خالص لانها كانت حبيبة يونج صاحبه وانه صعب يقول للفريق انه وقع في حب البنت اللي صاحبه كان بيحبها والكلام ده اثر في هيوك وبقى بالنورين والنحية مش قادر ينسى سو والنحية التانية صعب يواجه الفريق بالحب ده لكنه في النهاية قرر يروح لسو ويقول لها انه مش هيقدر يبعد عنها لانه بيحبها وهيكون قد اي تحديات تقابل حبهم وطابعا الكلام ده فرح سو جدا لانه هو ده الموقف اللي كانت مستنية من هيوك بقالها فترة والصبح راح الفريق للشقة الجديدة اللي ادتهالهم شركة الانتاج وهناك قابلوا المساعد اللي هيكون مسؤول عنهم وطلب منهم يجهزوا بسرعة علشان هيروحوا استوديو التدريب حالا مفيش وقت للهزار واللعب شغله بس لدرجة ان الفريق كان بيحسوا ساعات انهم عساكر في الجيش مش فنانين وكده وبعد فترة انتشر خبر في المدرسة ان فرقة الظهور خلاص مضت عقد مع شركة ترفيه كبيرة وكل واحد في الفريق بقى ليه معجبين بيقدموا له الهدايا والكلام بتاع المشاهير ده والظهر لعب على الآخر علشان كده قرر شين يبدأ مشواره الفني لوحده وقال للفريق بتاعه انه مش هيفضلوا طوابع ليه طول حياتهم يعني من الآخر كده كل واحد فيهم يشوف حياته بعيد عن الثاني ونعمل ندالة يا شين والله وبالليل راحت لين تزور الفريق ولما عرفت انه هيوك مش موجود كانت مضايقة جدا لانها تأكدت انه راح لشان يقابل سو اللي فرحت جدا لما شفته قدام البيت وبعد كده طلعوا وعملوا عشا مع بعض وفضلوا يتكلموا عن المعجبين ومشاريع هيوك في المستقبل وقضواقت رطيف مع بعض وبعد كده راح شين لبيت سو ووجهها بالعلاقة اللي بينها وبين هيوك وقتها سو ما نكرتشو وقالت لشين ان هي وهيوك مرتبطين فعلا وده اللي دايق شين جدا وامسايبها وماشي ومن ساعتها وحاولت سو انها تتواصل مع هيوك لكن ما كانتش عارفة خالص وده اللي خليها تحس بخبة الامل والحزن لكن هيوك كان غصبة عنه مجهول في الورفات والتحضيرات ودنيا تانية خالص وبعد كم يوم راح هيوك لسوه ورضاها وعرفها انه مقدرش يقابلها الفترة اللي فاتت بسبب ظروف شغله وتفهمت سو الوضع بعد كده عينت مديرة شركة الانتاجي الاستاذ اللي كان بيرازي في الفريق ليل ونهار في المدرسة مدير عليهم علشان تعلمهم اللي انضباط وتعرفهم برضو ان الله حق ويلتزموا اكتر لانهم بيترعبوا منه وفي المدرسة اتعمد واحد من فريق شين انه يدايق سو علشان عرف ان شين بيحبها كنوع من اللي انتقام من شين لانه تخلى عن الفريق وفعلا وقع الولد سو على الارض وهنهى على الاخر وساعتها راح له شين وقاله لو عايز تاخد حقك من حد تعالي انا مباشرة وبلاش شغل العيال اللي بتعمله اما هيكوا فرقته فنجموهم لمع على الاخر وبقوا يطلعوا ببرامج ويعملوا حفلات وكل خطوة نجاح ليهم كانت بالنسبة لسو أسعد لحظات حياتها وبعد اخر حفلة نجحت لفرقة الظهور احتفل الفريق بنجاحهم وتاني يوم دخل المدرسة عليهم علشان يصحيهم او يخنقهم ايهما اقرب يعني زي ما انتو شايفين كده اما سوفة كانت كل مرة بتحس ان الطريق بينها وبين هيوك بيبعد اكتر وانه دايما مشغول ومش عارفة تتواصل معي وبالليل كان هيوك قاعد معالين اللي قالت له هو مفيش امل انك تحبني فكان رد هيوك عليها انها دايما الصديقة والاخت اللي ميقدرش يستغنى عنها لكن اكتر من كده مش هيقدر وطبعا الكلام ده جرح قلبي لين جدا ولما رجع الفريق على المدرسة لقوا المدير متغير معاهم خالص وبيعملهم احسن معاملة وطبعا كلهم استغربوا وقالوا صحيح المثل اللي قال اللي ليه دهر ما يتضربش على بطنه ياولاد وبعدها رحت سول شين وطلبت منه ويرجعوا صحاب زي زمان وانها مش حابة الخصام اللي بينهم ده وكان هيوك واقف من بعيد وسامعهم علشان كده لما سوخ خلصت كلام مع شين وتصلحه قال لها هيوك انه هيفوت عليها اخر الاسبوع يخرجوا مع بعض وكان واضح عليه الديء والغير على الاخر واخر الاسبوع فضلت سو نستني هيوك زي ما وعدها لكنه لجيه ولا حتى كان بيرد على تليفوناتها بعد كده طلب شين من اخته انه هو اللي يشرف على تدريب فرقة الظهور علشان يقدر يرجع كرامته اللي بسببهم بقت في الارض ولما اقترحت المديرة على الفرقة الفكرة دي كلهم رفضوا لانهم عارفين قد ايه شين بيكرههم ساعتها قالت لهم المديرة ان فيه بينهم عقد وهي بس اللي تقرر مين اللي هيدربهم واكبرتهم على الموافقة علشان كده قال هيوك للفريق انهم لازم يتدربوا اكتر ويبذلوا مجهود مضاعف علشان شين ما يمسكش عليهم غلطة لكن شين كان عارف هو بيعمل ايه وفي البروفات طلع عينيهم حرفيا وبقى يعلق على اداء كل واحد فيهم لدرجة انه شككهم في نفسهم وطبعا محدش فيهم كان قادر يتكلم وتاني يوم رح هيوك وابل سو وساعتها شافوهم معجبين هيوك اللي صوروهم مع بعض وشكلهم كده هيعملو لهم فضيحة والصبح في المدرسة اتعامل هيوك مع سوب كله لطف وما كانش بيسيب اي فرصة الى لما يعبر لها عن حبه بس طبعا في الخباسة ومن غير ما حد ياخد داله وفي البيت بدأ الخلاف يدخل بين اعضاء فرقة الظهور وكل واحد فيهم بقى يرمي تهمة التأثير على التاني لانه البومهم لسه منزلش لحد دلوقتي بسبب تعليقات شين على شغلهم والظهر كده ان خطة شين ماشي زي الفل وزي ما هو عايز بالظبط يسكت شين بقى على كده لأ طبعا وقامت تصل بسو وطلب منها تيجي استوديو التسجيل علشان تسمع الأغنية الجديدة اللي ألفها وهناك شافهم هيوك مع بعض وساعتها قال لسو انه مش بيكره في حياته قدل كد ويريد تبقى واضحة في مشاعرها بعد كده ساعتها بس فهمت سو ليه شين طلب منها تيجي لستوديو في الوقت ده علشان كده رحت له هيوك ويوضح في مشاعره ويعرف الكل هي ايه بالنسباله فكان رد هيوك عليها انه هيقول للفريق انه بيحبها بس مش عايزها تتعامل مع عشين مرة تانية وفي المؤتمر الصحفي احرج واحد من الصحفيين هيوك ووري له صورته هو وصوه وطلب منه يوضح العلاقة بينهم ايه واذا كانوا فعلا عايشين مع بعض ساعتها قال له هيوك انهم مش عايشين مع بعض لكنه فعلا مرتبط بالبنت اللي في الصورة وطبعا لما أعضاء الفريق سمعوا الكلام ده كلهم اتفاجأوا والخبر انتشر اكتر وفي المدرسة ورت صديقة سو لها الاخبار وصورها المتصدرة كل المواقع وقتها حست سو انها عملت مشكلة كبيرة لهيوك وما كانتش عارفة تتصرف ازاي في نفس الوقت كان الفريق بيتخانق مع هيوك بسبب اللي حصل وقالوا له ازاي ارتبط بسو المفروض انها كانت ملهمة يونج صديق عمرهم اللي راح ساعتها دخلت عليهم المديرة وقالت للفريق كله انهم متعاقبين لحد ما الالبوم ينزل العقاب كان رد المديرة عليه بانهم كلهم كيان واحد والغلطة منهم هتتأس معك كل وبعد ما انتشرت الصحافة في كل مكان اتصل هيوك بسوق طلب منها تشوف مكان تاني تنان فيه لان الصحافة عرفت مكان بيتها بعد كده اعتذر هيوك للفريق وقال لهم انه غلطان لانه ما قالهمش من البداية بقصة حب وهو وسوق لكن الموضوع كان صعب عليه علشان كده ما قدرش يقول لهم لكن محدش من الفريق قدر ظروف هيوك خالص بالعكس قالوا له انهم حاسين بخيبة امل ناحيته وفي المدرسة كان هيوك واقف مع سوق وساعتها صديق شين صورهم ولما شافوا هيوك راح وراه وتخانق معي علشان ياخد منه الموبايل في الوقت ده وصل شين وخد من صديقه الموبايل ومشي علشان يخلص الموضوع وقال لصديقه بلاش ينزلوا باخلاقهم للقاع ومن الافضل ينسى فرقة الظهور خالص ويركز في طريقه وبسبب اللي حصل مع هيوك قرر واحد من الفريق انه يشارك في اغنية منفردة مع مغنية تانية من جر ما يرجع للفريق وتحسوا كده ان كل واحد بقى يفكر في نفسه خلاص ولما بقى الفريق عارفوا بالدويت واللي عملوا صاحبهم مع المغنية اتخانقوا مع بعض وقالوا له ان الفرقة كده خلاص هتنتهي بدل ما كل واحد عايش حياته لوحده وهيكون السبب في حل الفريق البنات والفلوس وبالليل راح هيوك وقابل سوق اللي قالت له انهم لازم ينفصلوا لان وجودها في حياته هيأسطر على شغله لكن هيوك رفض وقال لها ان عمره حبهم هيأسطر عليه وان المشكلة دي هو هيحلها قريب بعد كده طلبت المديرة من هيوك انه ينفصل عن سو ويركز في شغله افضل لانه طول ما هو معيها الصحافة مش هتسيبهم وكون انهم لسه في سن المراهقة الموضوع هيعتبر فضيحة كبيرة للشركة وفي المدرسة ولما سألت سو واحد من الفريق عن هيوك قال لها ان هيوك في مشاكل كتير بسببها ويردت بعد عن طريقه وعلشان الضغط يكون على سو من كل اتجاه قابلتها مديرة الشركة وتربت منها نفس الطلب انها تنفصل عن هيوك علشان مستقبله الغنائي متوقف على علاقته بيها وانها فعلا لو بتحبها تختار مصلحته في الاول والاخر بعد كده ظهر عضو فريق الظهور اللي انفصل عنهم مع المغنية اللي عمل معها الدويته في التلفزيون ولما شافوا اعضاء الفريق كانوا زعلانين جدا على الحال اللي وصلوله وبالليل راح هيوك وقابل سوء اللي طلبت منه انهم ينفصلوا وقتها ما كانش قدام هيوك الا انه يوافق على طلبها على الرغم من انه عارف قد ايه القرار ده هيكون صعب على كل واحد فيهم لكن مصلحة الفريق اجبرته على كده وبعد ما رجع هيوك على البيت خرق كل طاقته في التدريب وقال للفريق انهم لازم يبدأوا من جديد ويرجعوا تاني ايد واحدة ويقدموا موسيقى مختلفة لكن وبسبب المشاكل اللي كانت وراء الفريق قرروا في النهاية ينفصلوا عن بعض وساعتها قالت لهم المديرة انها هتعلن عن الخبر ده في المواقع الرسمية وطبعا بالقرار ده اتدمرت نفسية هيوك على الاخر وكمان باقي اعضاء الفريق ولما هيوك بقى يشوف صور الاعلانات بتاعت الفريق في الشارع كان بيقطعها فورا وطبعا لما خبر انفصال الفريق امتشر مسلموش من التنمر في المدرسة والكل بقى شمتان فيهم لما نزلوا في سابع ارض بعد ما كانوا في سابع سماء وبعد كده راح شين وزار سو ولما لقاها بترسم هيوك قال لها طالما لسه بتحبه وليه انفصلت عنه فكان رد سو علي بان ده الحل الوحيد اللي قدرت تعمله علشان تحمي مستقبله ودين يوم ولما بيرجع هيوك على البيت بيلاقي والدته في انتظاره وساعتها قال لها هيوك اخيرا اتكرت ان لها ابن بعد سنة كاملة ما تسألش عنه وقتها قالت لولدته ان اخواته عايزين يبعطوه يكمل دراسته في الخارج لان ده افضل لي بعد الفضايح اللي لحقته اخر فترة وطبعا رفض هيوك قرار والدته وقال لها ان اخواته دول ما يعرفش عنهم حاجة وان دي حياته مشكله هو اللي هيحلها وفي اللحظة دي سأل هيوك والدته سؤال للمرة الاولى في حياته وقال لها ليه تخلتي عني وكان رد والدته انها خافت عليه من الفقر زيها علشان كده حب التأمن عليه مستقبله وتجوزت من واحد غني وثابته فقال لها هيوك انها امنت مستقبلها هي وللأسف ضيعت ابنها من ايديها وطلب منها ما تحاولش تشوفه مرة تانية بعد كده بيعرف عضو فريق الظهور اللي انفصل عنهم ان هيوك طلب من المديرة ما تلغيش العقد بتاعه وتفصله عن مشاكلهم مقابل انهم هيعلنوا عن انفصلهم علشان المشاكل اللي تسببوا فيها للشركة ساعتها راح عضو الفريق لهيوك وسألوا عن الكلام اللي قالته ليه المديرة وليه خبوا عليه فكان رد هيوك عليه انه ما كانش يتوقع ان حد فيهم هيسيب الفريق ويمشي وعلى اخر امل كان شغال هو وباقي الفريق على نفسهم يمكن في النهاية يتجمعوا مرة تانية لكن للأسف محدش قدر ظروف التانية وصداقتهم اتبخرت في اول اختبار وتاني يوم خرج والد سمن السجن وساعتها قال لها انه هيسافر الصين علشان يشارك صديق ليه في مشروع هيعمله مع بعض وقال لها انه هينقل مدرستها لهناك كمان وكده افضل لهم بعد كده بتتصل شركة يابانية بمدير الفريق وطلبت منه انهم يتعاونوا مع فريق الظهور ويعملوا لهم حفلات في اليابان وساعتها راح المدير لستوديو التدريب وقال للفريق اللي حصل بس هيوك ما كانش موجود معاهم فقال لهم المدير ان شرط الشركة ان الفريق يكون مكتمل زي ما ظهروا اول مرة وده طبعا كان صعب لان في واحد من الفريق انفصل عنهم وبيجهز البوم منفرد فكان رد زميلهم اللي انفصل عنهم انه هيفكر في كلام المدير ورجوع الفريق من تاني وفي المدرسة قال لسوق انه فكرة سفارها مع والد هالسطين هتكون كويسة جدا بالنسبة لها بدل ما تفضل هنا في مشاكل ووحدة ولما بيسمعهم هيوك بالصدفة بيكون حزين جدا لكن ما كانش بايده حاجة يعملها وبالليل راح صديق هيوك اللي انفصل عن الفريق ليه وفضل يتكلموا عن الماضي وصداقتهم وكمانة عشر مع بعض ورجعوا ذكريات صداقتهم وقتما كانت اهم حاجة في حياتهم كلهم علشان كده قال صديق هيوك تاني يوم للمديرة انه هيرجع للفريق من تاني لانهم الاصل في كل حاجة وصلوا لها وانه مش عايز يحس الطعم النجاح الا معاهم حتى لو ده هياخد وقت وفي اجتماع الفريق مع المتعاهدين اليابانيين كان صديقه معاهم الفريق كله مجتمل وبالليل اتصل هيوك بسهو طلب يقابلها وساعتها سألها عن سفارها للصين فكان رد سوه عليه ان ده الحل الوحيد علشان تبعد عن كل القلم اللي بتعيشه كل يوم وعرفت هيوك انها نتمين على طلب انفصالهم لانها كانت فاكرة انها كده بتساعد ويحافظ على مستقبله وقتها طلب منها هيوك ما تسافرش وتفضل هنا علشان يكون فيه فرصة يرجعه من تاني بعد كده راح شين لسوه قال لها انه هيسافر امريكا ومش عارف ممكن يرجع امتى كوريا علشان كده حبي يودعها قبل ما يسافر وساعتها زعلت سوه جدا واتمنت التوفيق لشين في حياته الجديدة ورجع الفريق تجمع من تاني وسوه سمعت كلام هيوك ومسافرتش مع والدها علشان تفضل جنبه وطبعا ده اللي فرح هيوك جدا وادات له طاقة جبارة يحفر بيها في الصخر علشان يرجع بفريقه مرة تانية للصدارة وفي اول حفلة للفريق قدروا يجذبوا فيها الجمهور مرة تانية والمرة دي كان الكل مراهن على النجاح اللي ادركوا انه عمره ما هيجي غير لما تكون ايديه في ايد بعض وبيخلص مسلسلنا بما تقولت كنت ملهمتي وما زلتي فلولا حبك لما استطعت ان اكمل في ضرب الحياة المليء بالصعاب نشوفكم بقى في مسلسل جديد سلام